اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من اجل الامر بضم جميع الوثائق اللي سردناها على مسامع المحكمة بارقامها واوامرها وتواريخها باش تسجروا محضر الجلسة باش تكون محكمة ثلاث مدولة لنطقي بحكم المستقيل في هاته القرية كذلك تمستو استدعاء جميع مصرحين الذين تم الاستماع إليهم لا امام السرقة الوطنية ولا امام السرقة قد التحقق بأننا الكل يعلم بأن الافتاع المتهمين لا يحضرش مع المصرحين أو بين قوصين شهود لأننا ما احضرناش معهم ما عرفناش واش ما عرفناش واش الدولة يمين القانونية امام السرقة قد التحقق باش تحققهم سرقة شاهد ولا لا إذا حباب نسبة لنا نزل المساقفين ما صرحوا به أمام لا الضابطة القضائية ولا أمام سيطرة التحقيق يستوجب منا أننا الزامس من المحكمة المقرأة لأمر باستدعائهم لأنه عندنا عدة استشكالات وتساؤلات سنطرح لهم ونطلقوا أجوبة أمام المحكمة قلنات نعرف كذلك بأننا نحن أمام الجنايات وليس أمام جناح لما حضر الضابطة القضائية أمام الجناح يؤخذ بها يعني بشكل أرسمي مش بحل الجنايات يؤخذ بها على سبيل السئناس أو على سبيل بيان ما يمكن أن يؤخذ به أمام غرفة الجنايات ليكل ما يروج أمامها شفاهيا وحضوريا وبطبيعة الحال تستأميث بما حضر الضابطة القضائية اللي هي مجرد معلومة أما في الجناح يوتق بمضمونها بمعنى إلى أن يأتيم أخالفها إلى غير ذلك 200 محكمة منسبة المطالب؟ لا ما كانش مطالب مدنيا نهائيا ما كانش كينين مصرحين ما كانش حد تقدم المحكمة في إطار التنصيب كفرف مدني نهائيا لحدود ساعة على الأقل يمكن في جلسات مقبلة ممكن يحضر شي حد ولكن لحدود ساعة بطبيعة الحال الإفراج المؤقت هو حقون لنا حقون لمؤاظرين نطلبوه في أي جلسة ويمكن لنا نطلبوه عدة مرات هذا حقنا يمكن المحكمة تلفظ اليوم تلفظ غبضات تلفظ بعده ولكن غيباً لها واحد نهار بأن هؤلاء جدوان من اعتقال هؤلاء خاصة البعض منهم باش نكون صريح معكم البعض منهم اللي خصوم يتمتعوا بالإفراج المؤقت هذا هو سرعينيا بالعامة تحضر موقف؟ دائماً خاصون بطبيعة الحالة تحصها أنا ما عنديش حق نتكلم على زوجة الدكتور تازي لما نطلب العيار لا يمكنني أدبياً وأخلاقياً كل سرع هل تقول العقوبة البراءة؟ لا أنا سنقول العقوبة البراءة براءة؟ أنا بن سبالي أنا دفاع متام أنا ماشي نياباً عمالي نقول ليكش عن العقوبة أنا دائماً أنشه ذو البراءة لموحامي تخرج الناس من الحسن ما تدخلهم مش إلى مدى خلصت هذه الجلسة؟ حتى مقتلت للمدولة في هذه الطلبات وقد دخل وقد دي سعطي الرأي دي لها لا في طلبات إفراج المؤقتة ولا في طلبات ضم الوثائق الميل في القضية الأقراس المدمجة على حساب الرد دي السيد الوكيل اللي عام محترام قال بأنه كل شيء واجد وغادي بنعمله أنه بنضمها في الجلسة مقبلة نعم فعنا أنه مكيش شي سؤنية غير يمكن في إطار يعني تنقيل ملف من قضاء التحقيق إلى قضاء الحكم قد دي كنت نسات هذه الوثيقة أو هذا البوكس مثلاً اللي في وثائق في قرص في محاضر ضبط القضائية في أوامر دي السيد رئيس الأول دي السيد وقيد عام إلى غير إلى غير مجموعة هذه الوثائق رصدناها على مسامين تقامل مقرأ أكيد أنه في جلسة مقبلة قد يضمها الميل فيها نعم السؤال قد يسؤلوك يسؤلوه المغاربة قبل ما تخرجون ما تنسوش تأبونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر